تعريف المسح الآثري السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات مقدمة يعد المسح الآثري ضرورة من ضروريات البحث عن الآثار والكشف عن المواقع الآثارية حيث يمكن بواسطته تحديد مواقع وآمات تواجد اللقاء والمواقع الآثارية المتواجدة على سطح الأرض وتذايت يمتنون من إلطة نظرة واسعة وشاملة حول هذه المواقع في ورث وجيز وبأطل تكلفة كما أنه يوجه الباحث الآثاري في بعض الأحيان إلى الفترات التاريخية التي يمكن أن تعود لها هذه الآمات والمواقع الآثارية من خلال المعثورات التي تم الحصول عليها أثناء قيمه بعملية مسح منطقة معينة ومطرنتها بما يمتلته من علوم ومعارف سابقة عن مثيلتها التي صادفها من خلال مسيلته العلمية والبحثية لهذا جاءت إشتالية البحث على النحو التالي ما هي الإضافة التي يمكن أن يقدمها المسح الآثري للباحثين في علم الآثار وللإجابة عنها نطرح بعض الأسئلة الأخرى المتمثلة فيه أين تكمن أهمية المسح الآثري وما هي الوسائل المستعملة فيه وما الآليات والتقنيات الحديثة المستعملة في تحديد آمات تواجد اللقاء الآثارية في الموقع الممسوح اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد المترجم للقناة